بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأدل مسمي والذين كفروا عما أنظروا معرضون قل رأيتم ما تدعونا من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أوثارة من علمين كنتم صادقين ومن بل من يدعو من دون الله من لا يستزيب له إلى يوم الكيامة وهم عن دعائهم غافيون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كفرين وإذا تتلع عليهم آياتنا بينات قل الذين كفروا للحق لما جاءه ماذا سحر مبين أم يقولون افتريه قل إن افتريته فلا تملكونني من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفي به شهيدا بيني وبينكم وهو الأفو وحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن التبع إلا ما يحيي إليه وما أنا إلا نذير مبين أول رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي الكوما والمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهجدوا به فسيقولون هذا إبك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لطول الذين ولموا وبشر للمغسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان من والدي حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وهمله وفصاله ثلاثون شهر حتى إذا بلغ أشده وبلغوا أربعين سنة قال ربي أوزعني أَنَسْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنَعْمَلَ سَوَلِحًا تَرُبَيْهِ وأصلح لي في زريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الشرق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالدي أُفِلَّكُمَا أَتَعِدَانِي نِيَا أَنُخْرَدَ وَكَنْخَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبَلِي وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّهُ فَيَكُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِرُ الَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقُّ عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَمَلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِلِينَ وَلِكُلٍ دَرَدَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِنُوَفِّيَهُمُ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُهْلَمُونَ وَيَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَى النِّيرِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنِيَ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْذَوْنَ أَعْذَامَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْفِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَاكِ وَبِمَا كُنتُمْ تَبْسُقُونَ وَذُكُرَ خَوْعَدٍ إِذَا أَنْظَرَ قَوْمَهُ بِلَحْقَ وَفِي وَكَرَخَلْتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَوِيمٍ قالوا أجئتنا لتافكنا عن آلياتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلئكم ما أرسلت به ولكني أريكم قوما تزالون فلما رأوا عاربا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارد منطرنا بل هو ما استعزلتم به ريح فيها عذاب نليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولكد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئضا فما أغني عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئضتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وهك بهم ما كانوا به يستهزئون ولكد هلكنا ما حولكم من الكرى وصوفنا لا يأتي لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباننا لها بل ظلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصيتوا فلما قبيا ولوا إلى كومهم منذرين قالوا يا كومنا إنا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسم صدكا لما بين يديه يهدي إلى الحك وإلى طريق مستكيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيكم من عذاب نليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعدد في لدي وليس له من دوني أولياء أولئك في بلال مبين أولم يرون الله الذي خلق السماوات والرضى ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت بل إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النير يا ليس هذا بالحكي قالوا بي وربنا قال فذوقوا الأعذاب بما كنتم تكفون فاصبر كما صبر أولو العزم من الروسل ولا تستعزل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدنا لم يلبثوا إلا ساعة من نهير بلاغ فهليه لك إلا الكوم الفاسقون سورة الكتال مدنية وهي تسع وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أعظل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا صالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عن سيئاتهم وأصلح مالهم ذلك بأن الذين كفروا اتمعوا البابل وأن الذين آمنوا اتمعوا الحك من ربهم كذلك يدرم الله للناس أمثالهم فإذا لكيتم الذين كفروا فضرب الوقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعض وإما فداء حتى تضع الحرب أو غارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يذل أعمالهم سيحديهم ويسلح باء لهم ويدخلهم الجنة عرفا لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم والذين كفروا فتأسى لهم وأذل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبد أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكيف دين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكيف دين لا مولي لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات ذنات تدري من تحتها لنهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكلوا لنعم والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخردت كأهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من وبيك من زين له سوء عمله واتبعوا أحواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء عير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفه ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من وبهم كمن هو خالد في النير وسقوا ماء حنيما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع عليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين ضبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتيهم تقويهم فهل ينورون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة فقد جاء شراطها فأني لهم إذا جاءتهم ذكرهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثويكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الكتال رأيت الذين في قلوبهم مرض يورون إليك نور المغشي عليه من الموت فأوني لهم طاعة وقول مأروف فإذا عزم لمر فلو سدقوا الله لكان خيرا لهم فهل فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الذي وتكفع أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمي أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن عم على قلوب نكفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنضعكم في بعض لمر والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ردوانا فأحبب أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضنا لن يخرج الله أدوانهم ولون شاء لأريناك هم فلعربتهم بسيميهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلون لكم حتى نعلم المجاهدين منكم وصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله وشاقوا رسولا من بعد ما تبين لهم الهدى ليضروا الله شيئا وسيحبل آمالهم يا يا أي أي الذين آمنوا أبي الله وأبي الرسول ولا تبذلوا أعمالكم إن الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلي يكفر الله لهم فلا تينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يوتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحبكم تبخلوا ويخرج دوانكم أنتم هؤلاء تدعون لتنفئوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسي والله الغني وأنتم الفكراء وإن تتول ويستبدل عوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم سورة الفتح مدنية وهي تسع وإشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرا ويتم نعمته عليك ويهديك سراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع عيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات زنات تدري من تحتها لنار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا ويعذب المنافئين والمنافقات والمشيكين والمشيكات وأننا بالله وأن السوء عليهم دائرة السوء وغبب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن كتف إنما ينكث على نفسه ومن وفي بما عهد عليه فسنوتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلقون من الأعرام شولتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ألف من يملك لكم من الله شيئا لنا راب بكم درا وراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل وننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وننتم ونسوا وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكفرين سعيرا ولله ملك السماوات ولرب يغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء وكان الله غفورا وحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى موانما لتأخذوا هذا رونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لأن تتبعنا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدون بل كانوا لا يفقون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم لبأس شديد تقاتلون هم أو يسلمون فإن تذيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا ليما ليس على لعم حرج ولا على لعو حرج ولا على المريب حرد ومن يُبع الله ورسوله ننخذ زنات تدري من تحت لنهار ومن يتول نعذب عذاب نليبا لقبل رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشدرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعدد لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستكيما وأخر لم تغذروا عليها كنحاض الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قوت لكم الذين كفروا لولوا لدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي كان خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببن مكة من بعن أنفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسج الحرام ولهدي معكم فنن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمن ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تدعوهم أن تدعوهم فتسيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاب نليما إذ على الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التكوي وكانوا أحك بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤي بالحك لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقنا رؤوسكم ومقصرنا لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فدعل من ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالقد ودين الحك ليوهره على الدين كله وكفي بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفير رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتون فضلا من الله ورضوانا سيميهم في وجوههم من تر السجود ذلك مثلهم في التوريه ومثلهم في الإنجل كزرعين خرج شطاه فآزره فاستغل فاستوي على سوكه يعذب الزرع ليغذ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سورة الحجرات مدنية ويتماني عسرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أسواتكم فوق سوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ننتح بدأ أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغبون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عويم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعكلون ولونهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور وحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا أن تسيبوا قوما بجهالة فتسبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يعيكم في كثير من الأمر لعنتهم ولكن الله حبب عليكم وليمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوك والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعم والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اغتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بوى تحدهما على الأخر فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصئوا إن الله يحب المقصبين إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسحر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنأبزوا بلا نقاب بيسالاسم الفسوك بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم والمون يا أيها الذين آمنوا تتنبوا كثيرا من أوا إن بعض ونئث ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي ودعناكم شعوبا وكبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقيكم إن الله علم خبير قالت العراب آمنا كن لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تدعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله فروح رحيم إن إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ودادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قلت تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن اسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنوا عليكم أن هديكم لليمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم ويب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون سورة قاف مكية وهي خمس وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المزيد بل عجموا أن جاءهم منذر منهم فقل الكافر هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد ألمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيق بل كذبوا من الحك لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينوروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروز ونرض مذبنا وعلقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيد تبصرة وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ونحل ونحل باسقات لها طلع نضيد ورزكا للعباد وأحينا به بلة ميتا كذلك الخروج كذبا قبلهم قوم واصحاب الرس وتمون وعاد وفرعون وإخوان لوض وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحك وعيد أفعينا بالخلق الأول بلهم في لبس من خلق جديد ولأنا خلقنا الإنسان ونعلم ما توسويس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل وريد إذ يتلق المتلقيان عن اليمين وعن شمال قويد ما يلفه من قول إلا لديه رقيب أعتيد وزاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في السور ذلك يوم الوعيد وزاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في رفلة من هذا فكشفنا عنك قطاعك فبصرك اليوم حديد وقال كرين هذا ما لدي يعتيد الكيا في ذهن وكل كفير عنيد من العل الخير معتد مريب الذي ذعل مع الله إله ناخر فالكيا وفي العذاب الشديد قول قرين ربنا ما أبويته ولكن كان في بلال بعيد قول لا تختسموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما ما يبدل كون لدي وما أنا بو الله من للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعين هذا ما توعدون لكل أواب حفيب من خشيا وحمن بلغيب وجاء بقلب منيب أدخلها بسلام ذلك يوم خلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بعد شأن فنقرب في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب ولك السمع وهو شهيد ولكن خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوم فاسمن على ما يقولون وسبح بحمل ربك قبل طلوع السمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نخي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعين سورة الذاريات مكية وهي ستون آية بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذوا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن التين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه منوفك أتل خرواسون الذين هم في رمرة ساهون يسألون أين يوم الدين يوم هم على النير يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعدلون إن المتكن في ذنات وعيون آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجؤون وبلا سحير هم يسوفرون وفي أموال محق السائل والمحروم وفي الأرب آيات الموكنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والرب إنه لحق مثل ما أنكم تنطيقون ألتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخنوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فزاء بعدل سمين فقرب إليهم قال ألا تاكلون فأودس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت مرأة في صوة فسكت وداها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خضبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وددنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون عذاب لليم وفي موسى إذا رسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولي بركنه وقال ساحر نوم جنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عار إذا رسلنا عليهم الرحل عظيم ما تذر من شيء تدع عليه إلا جعل تلك الرميم وفي ثمول نذك لهم تمتع حتى حين فاعتوا عن أمر ربهم فاخذرهم الصعكة وهم ينهرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم قانوا كوما فاسقين والسماء بنيناها بأيير وإنا لموسيعون ولرب فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زودا لأن لكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تدع لما الله إله ناخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبل من رسول إلا قالوا ساحر نوم جنون أتى واصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والنس إلا ليعبدون ما أريض منهم من رزق وما أريد أن يبعمون إن الله هو الرزاق ذو الكوة المتين فإن للذين ولموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعدلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون سورة قور مكية ويا سبع وعربون آية بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مصطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يوم إذن المكذبين الذين هم في خوب يلعبون يوم يدعون إلى نير جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسير هذا أمنتم لا تبصرون اصلواها فاسبروا أو لا تسبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتكين في جنات ونعيم فاكهين بما آتيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على صور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمال نلحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يستهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تاسيم ويبوب عليهم علمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقمل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قمل في أهلنا مشفقين فمن الله علنا وقنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر رحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهر ولا مجنون أم يقولون الشاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربسين أم تامرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تكوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير الشيء أم هم خالقون أم خلقوا السماوات والرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيبرون أم لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أدرا فهم من مغرم متقلون أم عندهم لغب فهم يكتمون أم يريدون كيدا فالذين كفروهم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقط يقول سحاب مركوم فضرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ولموا عذابا دون ذلك ولكن أكثر هم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك من أعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار والنجوم سورة النجم مكية واحد وستون آية بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هو ما ضل صاحبكم وما هو وما ينبق عن الهو إنه إلا وحي يوحي علمه شديد الكو دوم روح فاستوي وهو بدفق لعلي ثم دنا فتدلي فكان قوب قوسين أودن فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ما رأي أفت مارون على ما ير ولكد رأيه نزلة نخر عند صدرة المنتهي عند جنة المأوه إذ يوحي سدرة ما يغشي ما زاغ والبصر وما طغي لقد رأي من آيات ربه الكبر أفر أفرايتم اللات والعز ومنات الثالثة الأخر ألكم الذكر ولول تلك إذن قسمة بيز إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُ وَهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنْ يَتَّبِعُنَا إِلَّا وَنَّ وَمَا تَهَوَ الْأَنفُسِ وَلَكَرْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَي أَمْلِ الْإِنسَانِ مَا تَمَنِّي فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَلُولَهِ وَكَامٍ مِّنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُهُنِي شَفَاعَتُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَيَّادَنَا اللَّهُ لِبَن يَشَاءُ وَيَرْضِهِ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُبِدُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ وَالْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ لُنْفَهِ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عَلَمْ إِنْ يَتَبِعُنَا إِلَّوَنْ وَإِنَّ وَنَّ لَا يَغْدِي مِنَ الْحَكِ شَيْئًا فَأَعْرْضَ عَمَّنْ تَوَلِي عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدِينِ لِلَّا الحَيَاةَ الدُّنِيَ ذَلِكَ مَبْلَوْهُمْ مِنَ الْأَعْلَمْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِينِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدِي وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْبِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنِ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ لِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمْ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمُ إِذَا شَأَكُمْ مِنَ الْأَرْبِ وَإِذَا تُمُوا أَجِنَّةٌ فِي بُّونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّكِي أَفَرَائِتَ الَّذِي تَوَلَّي وَأَعْضِيكَ لِلَهُ وَأَكْدِي أَعْنْدَهُ عِلْمُ لَيْبِ فَهُوَ يَرَي أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحْفِ مُوسَي وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفِّي أَلَّا تَزِيُ وَازِرَةُ وِذِرَ أَخْوِه وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعِي وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَي ثُمَّ يُجِزِهُ الْجَزَاءَ لَوْفِي وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُمْتَهِ وَأَنَّهُ هُوَ أَبَحَكَ وَأَبَكَي وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْي وَأَنَّهُ خَلَكَ الزَّوْجَنِ الذَّكَرَ وَلُمْتِي وَأَنَّهُ هُوَ أَغَنَي وَأَقَنَي وَأَنَّهُ وَرَبُّ الشِّعْرِ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا لُولَي وَتَمُودًا فَمَا أَبَقَي وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُوهُمُ أَوْلَمًا وَأَطَغَي وَالْمُوتَ فِكَ تَهْوِي فَوَشِّهَ مَا وَشِّي فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارِهُ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّظُرِ لُولَي عَزِفَةِ لَازِفَةً لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْزَبُونَ وَتَبَحَكُونَ وَلَا تَبَكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا سُورَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةُ وَهَيَ خَمْسٌ وَخَمْسُونَ آيَةٌ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَدِ الرَّحِيمِ اقتربت الساعة وانشق الكامر وإي روايتي يعرضوا ويكلوا سحر مستمر وكذَّموا واتمعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بلغة فما توني النظر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشع نبصارهم يخرجون من الأجداس كأنهم جراد ممتشر موضعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عصر كذَّبنا قبلهم قاموا نوح فكذَّموا عبدنا وقالوا مجنون وزدجر فدعا ربه أني مغلوم فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجَّرنا لارضا عيونا فالتكى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولكد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونظر ولكد يسرنا القرآن للذكر هل من مدكر كذَّبنا أعد فكيف كان عذابي ونظر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعزاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونظر ولكد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذَّب الرسمور بالنظر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبع إنا إذا لفي بلال وسعر أولكي الذكر عليه من بيننا بل هو كذَّب نشر سيعلمنا ودا من الكذاب لشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء كسمة بينهم كل شرب مختبر فنادوا صاحبهم فتعطي فعقر فكيف كان عذابي ونظر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحشيم المهتوير ولكد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذَّب الرسمور بالنظر إنا أرسلنا عليهم حاصبا للا آلالوب نجزيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولكد أنذرهم بضشتنا فتماروا بالنظر ولكد راودوا عن ضيفه فضمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونظر ولكد صبحهم بكرة عذاب مستكر فذوقوا عذابي ونظر ولكد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولكد جاء آيان فرعون النظر كذَّبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدمر بل الساعة وموعدهم والساعة أده وأمر إن المجرمين في بلال وسعر يوم يسحبون في النير على وجوههم زوكم السسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولكد أهلكنا أشياكم فالم مدكر وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سورة الرحمن عز وجل مكية وهي سبع وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن أعلم الكرآن ولك الإنسان أعلمه البيان الشمس والقمر بحسما والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضعو في الميزان وأقيم الوزن بالقصط ولا تخسر الميزان ونرضى وضعها للا نام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبوز العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلك الإنسان من صلصال كالفخير وخلك الجان من مارج من نير فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج المحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كلألام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفروا لكم أيها الثكلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يَا مَحْسَرَ الْجِنِّي وَلِنْسِئِنِي سَبَعْتُمُوا أَنْ تَنْفُذُوا مِنَقْدِرِ السَّمَاوَاتِ وَالَرْدِي فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُوا إِلَّا بِسُلْطَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان يُرُسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاهٌ مِنْ نِيرُ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرًا فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردةً كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يُسْعَلُ عَنْدًا بِهِ إِنْصُ وَلَاجَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمِهُمْ فَيُوْخَذُوا بِالنَّوَاسِ وَلَقَدَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقوفون بينها وبين حميمنا فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلِمَنْ خَافَ مَقْوَمَا رَبِّهِ جَنَّتَان فبأي آلاء ربكما تكذبان دواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وزن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاسرات الطرف لم يدمتهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياغوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء لحسان إلا لحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عنا لنضاختان فبأي آلاء ربكما تكنبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يدمتهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكعين على رفرف خضر وأبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالزلال والكرام سورة الواقعة مكية وهي تسع وتسعون آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافبة الرافعة إذا رجت لرد رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبتا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المكربون في زنات النعيم ثلة من الأولين وقلل من الآخرين على سر موضونة متكئين عليها متقابلين يقوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون أنا ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم ضير مما يستهون وحر عينك أمتال لؤل المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخبوض وبلح منبوض وول ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقضوعة ولا ممنوع وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إن شاء فدعلناهن أبكارا عربة نترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وولمي حموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنط الأويم وكانوا يقولنا أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما لنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قلنا الأولين والآخرين لمزموعون إلى ميكات يوم معنوم ثم إنكم أيها دالنا المكذبون لآكلنا من شجر من زقوم فمالئنا منها البؤون فشاربنا عليه من الحنيم فشاربنا شرب لهيم هذا نزل من يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تسنقون أفرايتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن لمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم النس أتدولي فلولا تذكرون أفرايتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فبرتم تفكهون إنا لمورمون بل نحن محرومون أفرايتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتمه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرايتم النار التي تورون أنتم أنشاتم شدرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومتعل المكوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المظهرون تنزل من وب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلنا رزككم أنكم تكذبون فلولا إذا بلوت الحلقون وأنتم حين أوين تنغرون ونحن أغرم علي منكم ولكن لا تمسرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقرمين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليكين فسبح باسم ربك العويم سورة الحديد مدنية ويثمان وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والواه والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والرض في ستة أيام ثم استوي على العرش يعلم ما يلز في لوب وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهير ويولج النهار في الليل وهو علم بذات السدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسل يدعكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخردكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظموا دردة من الذين أنفقوا من بعد وكاتلوا وكلوا وعلى الله الحسن والله بما تعملون خمير من دا الذي يقرض الله قربا حسنا فيباعفه له وله أدر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشريكم اليوم جنات تدري من تحت لنار وخالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يكون المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نورنا نغتبس من نوركم كي لرجوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب بابنه فيه الرحمة وواهر من كبله العظم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بله ولكنكم فتنتموا أنفسكم وتربستم ورتبتم وغرتكم لمانوا حتى تآمروا الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأويكم النار هي موليكم وبيس المسير ألم يعني للذين آمنوا أن تخسع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحك ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قمن فطال عليهم لمدوا فقسن قلوبهم وكثير منهم فاسكون اعلموا أن الله يحي لرد بعد موتها قد بينا لكم ولا يتلعلكم تعكلون إن المصدكين والمصدكات وأقرضوا الله قربا حسنا يباعف لهم ولهم أدر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أدرهم ونورهم والذين كفروا وكدموا بآياتنا أولئك أصحاب الجخيم اعلموا أن من الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأمواله ولولا لك مثل غيس نعذب الكفار نباته ثم يحينه فتريه مسفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من وبكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض عيدا للذين آمنوا من الله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العويم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برأ إن ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتيكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يمخلون ويعمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله الأوني الحميد لكد رسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليكم الناس بالقصد وأنزلنا الحديد فيه بأس شريم ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولكد رسلنا نوحا وإبراهما ودعلنا في ذريته من نبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آتيرهم لرسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه لإنجل ودعلنا في قلوب الذين تبعوا رأفة ورحمة ورهبان يتنم تدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء ردوان الله فما رأوها حق ورعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أدرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويدعل لكم نورا ويدعل لكم نورا تمشون به ويكفر لكم والله كفور ورحيم لين لا يعلم آهد الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه بيشاء والله ذو الفضل العويم سورة المجادلة مدنية وهي أحد وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتستكي إلى الله والله يسمع تحاركما إن الله سميعا بصير الذين يوهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من الكون وزورا وإن الله لعفو نافور والذين يوهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرروا رقبة من قبل أن يتماس ذلكم تعون به والله بما تعملون خبير فمن لم يدر فسيام شهرين متتامعين من قبل أن يتماس فمن لم يسبع فيدعم ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكفرين عذاب نليم إن الذين يحاتون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكفرين عذاب مهين يوم يبعتهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصيه الله ونسوه والله على كل شيء شهين ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجو ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو السادسهم ولا أدني من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عمله يوم الكيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلا الذين نهوا عن النذوي ثم يعودن لما نوعنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نكون حسبهم جهنم يسلونها فبيس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تخشرون إنما النجو من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضعرهم شيئا لا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المدلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خمير يا أيها الذين آمنوا إذا نازيتم الرسول فقدموا بين يدينا جويكم صدقة ذلك مخير لكم وأظهر فإن لم تزدوا فإن الله غفور وحيم أشبغتموا أن تقدموا بين يدينا جويكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقموا الصلاة وآتوا الزكاة وعنيوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قمن ودم الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم أعذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم أعذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنسيهم ذكر الله أولئك هزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في لذلين كتب الله لأولب أن أنا ورسلي إن الله قوي أزيز لا تزلوا كوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادنا من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو بناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم المال وأيدهم بروح من ويدخلهم زنات تدري من تحتها لنا خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سورة الحشر مدنية وهي أربع وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أقرد الذين كبروا من أهل الكتاب من ديرهم لأول الحشر ما وننتم أن يخرجوا وونوا أنهم مانعتهم حسنهم من الله فأتيهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي لبصير ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقام ما قضعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أسولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاع الله على رسوله منهم فما أودفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلئ رسله على بيشاء والله على كل شيء قنير ما أفاع الله على رسوله من أهل الكريفة لله وللرسل ولذي الكرب واليتام والمساكين وابن السبيل كي لا يكون أدولة بين الأنياء منكم وما آتيكم الرسول فخوه وما نهيكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقام للفقراء المهادرين الذين أخرجوا من دييرهم وأموالهم يبتعون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار وليمانا من قملهم يحبون من هادر إليهم ولا يجدون في سدورهم حادة مما أوتوا حادة مما أوتوا ويوسلون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يكشح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بليمان ولا تدعن في قلوبنا غلا للذين آبنوا ربنا إنك رءوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولنا لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب لئن خرجتم لنخرجنا معكم ولا نبئ فيكم أحدان أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشال إنهم لكاذبون لئن خرجوا ليخرجنا معهم ولئن قوتلوا لا ينسرونهم ولئن نصرهم ليولونا لدبار ثم لا ينسرون لأنتم أشد رهبة في صغورهم من الله ذلك بأنهم كوم لا يفكهون لا يقاتلونكم جميعا إلا فكرا محسنة نوم وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحصبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قملهم قريبا ذاقوا وبلا أمرهم ولهم أعذاب نليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان فلما كفروا قال إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين فكان عقبتهما أنهما في النير خالدين فيها وذلك جزاء والمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنوروا نفس ما قدم اللغن واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنصهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصخاب النير وأصخاب الجنة أصخاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خوشعا متصدعا من خسية الله وتلك الأمثال نبرمها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم العيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الكدوس السلام المؤمن المعيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المسور له لسماء الحسن يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة الممتحنة مدنية وهي ثلاث عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّ وَعَدُوَكُمُوا أَوْلِيَاءُ تُلْكُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَكَلْكَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَكِيُخْرِدُنَا الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَنْ تُمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمُوا إِنْ كُنْتُمْ خَرَدْتُمْ جَهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرَضَاتِي وَابْتِغَاءَ مَرَضَاتِي تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَبَّلْ لَسَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَثْقَفُكُمْ يَكُولُوا لَكُمُ أَعْدَاءً وَيَبْسِدُوا إِلَيْكُمْ وَأَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُوءٍ وَوَدُّوا لَهُ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعْكُمُ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمًا لِكِيَامَةُ يُفْسَلُوا بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَدْ كَانَتَ لَكُمُ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعْهُ إِذْ قَالُوا لِكَوْمِهِمُ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْمُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرُنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْأَعْدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ وَبَدَى حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير ربنا لا تدعنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت الأزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرد الله وله من آخر ومن يتولى فإن الله هو الوني الحميد عسى الله أن يدعنا بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله كفور وحيم لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتوصبوا إليهم إن الله يحب المقصبين إنما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم ووهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم وادمون يا أيها الذين آمنوا إذا زاءكم المؤمنات مهازرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفير لا هن حل لكم ولا هن يحلنا لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا دناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا معسن الكوافر واسألوا ما أنفغتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفير فعاقمتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسركن ولا يزنين ولا يغتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصنك في معرف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله قفور وحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوك ومن أعوذب الله عليهم قد يئسوا من آخيتك ما يئس الكفار من صحاب الكبور سورة السفي مدنية وهي أربع عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو الأعزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس وإذ قال موسى لقومه يا قومي لمتوذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي كما الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدكا لما بين يديا من التوريت ومبشرا برسول ياتي من بادي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أهله ممن افترع على الله الكذب وهو يدعي إلى الإسلام والله لا هذيك ومن والمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحكي ليوهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل دلكم على تدارة إن تنزيكم من عذاب نديم توبنون بالله ورسوله وتزايدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم زنات تدري من تحتها لنار ومساكن ضيبة في زنات عذن ذلك الفوض العويم وأخرى تخبونها نسر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحوارين أمن أنصاري إلى الله قال الحوارينا نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على أدو فأصبحوا واهدين سورة الجمعة مدنية وإحدى أشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في لرب الملك الكدوس العزيز الحكيم هو الذي بعط في الأمين رسولا منهم يتنو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرنا منهم لما يلحبوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العويم مثل الذين حملوا التورية ثم لم يحملها كمثل الحمر يحمل أسفارا بيسا مثل الكوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهد الكوم والمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتموا أنكم أولياء لله من تون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبنا بما قدم تيدهم والله علم بوالمين ولن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعات فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة نوله وليان فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين سورة المنافئنا مدنية وهي إحدى عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانا جنة فسدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فاضمعنا قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعذبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون وإذا قيلهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لواوا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يكفر الله لهم إن الله لا يدل كوم الفاسكين هم الذين يقولون لا تنفقوا ألاما عند رسول الله عتى ينفضوه ولله خضائم السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لإرودعنا إلى المدينة لا يخردن لأعز منها لذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تليكم أموالكم ولا أولادكم عندك الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رضقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقولا رب لولا أخرتني إلى أدل قريب فأصدك وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون سورة التغابن مدنية وثماني عسرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو علىكم شيء قدير هو الذي خلاكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض من حق وسوركم فأحسن سوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات وذلد ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله علم من ذات السدور ألم ياتكم نبع الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب نليم ذلك بأنه كانت تاتهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشروا يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلاء وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خمير يوم يزمعكم ليوم الجمعي ذلك يوم التواب ومن يؤمن من الله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وننخله ذنات تدري من تحت النار خالدين فيها أبدا ذلك الفضل عظيم والذين كفروا وكدموا بآياتنا أولئك أصحاب النير خالدين فيها وبيس المسير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم واضي الله واضي وسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آبنوا إن من زواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحضروهم وإن تعفوا وتسفحوا وتغفروا فإن الله غفور وحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وعذيه وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يقشحى نفسه فأولئك هم المفنحون إن تغرضوا الله قربا حسنا يباعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم سورة طالاك مدنية وهيتنا تعسرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا بلغتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأخصن عده واتقوا الله ربكم لا تقرجوهن من بيوتهن ولا يقرضن إلا أياتن بفاخشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فكول ما نفسه لا تدني لعل الله يحدث بعد ذلك أمراه فإذا بلغنا أدلهن فأمسكوهن بمعروف نوفاركوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقموا الشهادة لله ذلكم يوعى به من كان يؤمن بالله ولو من آخر ومن يتكن الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله بالغ نمره فجعل الله لكل شيء قدرا والله يأسنى من المحر من نسائكم إن ارتبت فإدتهن ثلاثة أشفر والله لم يحبن وأولاة لحمال أدلهن أن يضعنا حملهن ومن يتكن الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتكن الله يكفر عنه السيئاتي ويعزم له أدرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجركم ولا تداروهن لتديقوا عليهن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعنا حملهن فإن ارضى على لكم فآتوهن أجورهن واتمروا بيدكم بمعروف وإن تعاصرة فسترضئ له أخرى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قبر عليه رزقه فلينفق مما آته الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية اعتد عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وأعذبناها عذابا نكرا فذا قد وبال عمرها وكان عكبة عمرها خسرا عد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي للباب الذين آمنوا كدنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتنو عليكم آيات الله مبينات ليخرد الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نرخ الوزنات ينتدري من تحت لنار خلدين فيها أبدا كد أخصنا الله له رزقا الله الذي خلق سمع سماواته ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله كان حال بكل شيء علما سورة التحريم مدنية وهي سنتى عسرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتقي مرضات أزواجك والله كفو وحيم أرفرض الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم وهو العليم الحكيم وإذا سرى النبي ولابى لأذواده حديثا فلما نبأت به وأذاره الله عليه أروف بعضه وأعرد عن بعد فلما نباها به قالت ما ننبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد سغن قلوبكما وإن توهر عليه فإن الله هو مولاه وذمر وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وهير عصي ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات ممنات قلتات تائبات عابدات سائحات تيبات وأبكار يا أيها الذين آمنوا قروا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والخدار عليها ملائكة غلاز وشداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتزوا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تدري من تحت على نهاره يومنا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم يقولنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافئين وغلو عليهم ومأويهم جهنم وبيس المصير درب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوم كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخونتاهما فلم يغيا عنهما من الله شيئا وقيل لقل النار مع الداخلين ودرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وأمليه ونجيني من القوم والمين ومريم ابنة عمران التي أحصن الفردها فنفخنا فيه من روحنا وصدقا من كلمات ربها وكتابه وكانت من القونتين سورة الملك جل وعزا مكية واحد وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سمع سماوات طباقا ما تري في خذك الرحمن من تفاعل فارجع البصر هل تري من فطور ثم ارجع البصر كوتين ينقلب ليك البصر خاسئا وهو حسير ولكد زينا السماء التني بمسامحا ودعا لها رجما لشياطين وآتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير إذا ألكوا فيها سمعوا لها شهيكا وهي تفور تكار تميز من الوير كلما ألكي فيها فوز سألهم خضنتها ألم ياتكن نذير قالوا بلى ورجاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخسون ربهم بلويم لهم مغفرة وأدر كمير وأسروا قولكم أو ذهروا به إنه علم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللبيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض فلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإله النشور آمنتم من في السماء يخصب بكم الأرض فإذا ياتبور آمنتم من في السماء يرسل عليكم وحاصبا فستعلمون كيف نذير ولكن كذب الذين من قملهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبل ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهد أم من يمشي سويا على سراب مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فئدة كليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تخشرون ويقولنا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما لألم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة نصيئة وجوه الذين كفروا وكلا هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكفرين من عذاب نليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في بلال مبين قل رأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين سورة نون مكية وهي اثنتان وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمزنون وإن لك لأذرا غير ممنون وإنك لأعلى خلق عويم فستبسر ويبسرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تلعي المكدبين وأت لو ترينوا فيلحنون ولا تدع كل حلاف مهين هماز مشاء منميم منع للخير معتد نثيم أتل بعد ذلك زنيم أن كان زامال وبنين إذا تتنع عليه آياتنا قال أسابر الأولين سنسمه على الخرطون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليسرمونها مسمحين ولا يستثنون فضعف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبح ذلك الصريم فتنالوا مسمحين أنغنوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغبوا على حرب قادرين فلما رعوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسبهم ألم كلكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا وادمين فأقمل بعضهم على بعض يتلاومون آلوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسي ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغمون كذلك العذاب والعذاب ناخذة أكمر له كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم زنات النعيم أفندع المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم وأيما علينا بالية للاي من الكيام إن لكم لما تحكمون سلهموا أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يا من يكشف عن ساكن ويدعون إلى السدر فلا يستبيعون خوشعة نبصار امترقهم دلة وقد كانوا يدعون إلى السدر وهم سالمون فضرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستذجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أدرا فهم من مغرم مذتنون أم عندهم ليب فهم يكتمون تصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادي وهو مكووم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاتبعه ربه فدع له من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلكونك من أمسيرهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمزنون وما هو إلا ذكر للعالمين سورة الحاقة مكية وآية نتان وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة كذب التمود وعاد بالقارئة فأما تمود فأهلك بطاقية وأما عاد فأهلك بريح صرصة آتية سخرا عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعداز نخل خاوية فهل تري لهم من باقية وداء فرع ومن قبله والمتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيا فإذا نفق في السور نفخة واحدا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تبانية يومئذ تعرضون لا تخفي منكم خافية فأما من أتي كتابه بيميني فيقولها أمقرأه كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة رادية في جنة عالية وبوقها دانية كلوا وسربوها نيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابي ولا مدر ما حسابي يا ليتها كانت القودية ما أغني عني مادية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجه ما صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يمن بالله العويم ولا يحرض على طعم المسكين فليس له لأمحاهنا حميم ولا طعم إلا من وسلين لا يأكله إلا الخابيون فلا أقسم بما تمسرون وما لا تمسرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر غليلا ما تمنون ولا بقول كاهن وللما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض لقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقضعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحصرة على الكفرين وإنه لحق اليكين فسبح باسم ربك العظيم سورة المعارض مكية وعي 4 وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم سالسائل بأذاب واكع للكيفين ليس له دافع من الله ذي المعارض تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاسمروا سبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونرئوا قريبا يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كنعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يوت المجرم لا يفتدي من أعذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في له جميعا ثم يمجيه كلا إنها لوي نزعة لشوي تدعو من أدمر وتوليه وجمع فأوعي إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسوا الشر جزوعا وإذا مسوا الخير منوعا إلا المسلين الذين هم على سلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يسدقون بهم الدين والذين هم من أعذاب ربهم مسبقون إن أعذابا ربهم غير مامون والذين هم لفرودهم حافزون إلا على أزوادهم أو ما ملك تيمانهم فإنهم غير منومين فمن امتي وراء ذلك فأولئك هم لأعادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راءون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين مع ناس ولاتهم يحافرون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا كبلك مهبعين عن اليمين وعن الشمال يزين أيدموا كل مرء منهم أن ينخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أغسم برب المشارك والمغارب إنا لقادرون ألا أن نبدل خيرا منهم وما نحن مسموكين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الناس سراعا كأنهم إلى نسم يوفدون خاسعة نبصار امترقهم دلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون سورة نوح عليه السلام مكية وعي سلاسون آية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا للا قومه أن أنذر قومك من قبل أن ياتيهم عذاب نليم وليا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبد الله واتقوا وابعون يغفر لكم من ظنوبكم ويوقركم إلى أدل مسمى إن أدل الله إذا جاء لا يوخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوتك ومي ليلا ونهارا فلم يزرهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتم لتوفر لهم جعلوا أصابع في آذان واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقن خلأكم أبوارا ألم تروا كيف خلق الله سمع سماوات بباقا وجعل الكمر فيه نورا وجعل السمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخلدكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها صبلا فجازا ولنحر بإنما عصوني واتبعوا من لم يزره ماله وولده إلا خسارا ومكره مكرا كبارا وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون أودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوك ونسرا وقد بلوا كثيرا ولا تزروا لمن إلا بلالا مما خذيئاتهم أغره فأنخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نحر بلا تذر على الأرض من الكفرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبارك ولا يلدوا إلا فادرا كفارا رب ذفر لي ولوالدي ولمن دخل بيته ممنا وللممين والممنات ولا تذروا لمن إلا تمارا سورة الجن مكية ويثمان وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم أنوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فكالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالي جد ربنا ما تخل صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رزال من الإنس يعوذون برزال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ونوا كما وننتم أن ليبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوددناها ملئة حرسا شديدا وشوبا وإنا كنا نقعد منها مقاعدا للسمع فمن يستمع لا ليجد له شهابا وسدا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الذي أمراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ضرائك كددا وإنا بننا أن لن نعجد الله في لجولا نعجده حربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخصا ولا رهقا وإنا منا المسلمون ومنا القواسدون فمن أسلم فأولاك تحروا رشدا وأما القواسدون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا ودقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلك عذابا صادا وأن المساد لله فلا تدعو ماء الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يقولون عليه لبدا قال إنما أدأ ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم برا ولا رشدا قل إني لي أجيرني من الله أحد ولا نجد من دونه ملتحدا إلا بلاو من الله ورسالاته ومن يأس الله ورسوله فإن له نار جان من خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من بعض ناسرا وقل عددا قل ندري أقريب ما تعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يوهر على غيبه أحدا إلا من ارتدي من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قدبله رسالات ربي موحد بما لديه وأحصي كل شيء عددا سورة المزمّل مكية وثماني عسرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمّلكم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منك ليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلكي عليك قولا ثكيلا إن ناشئة الليل هي أشد وضعه وأقوى مكيلا إن لك في النهر سباحا طويلا وذكر اسم ربك وتبتل ليه تبتيلا رب المشرك والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واسمر على ما يقولون وهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وضع من ذا غصة وعذاب نليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولي شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسي فرعون رسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتكون إن كفرتم يوما يجعل الجان شيبا السماء منفبر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سمينا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونسبه وثلسه وطائفة من الذين معك والله يكذر الليل والنهار وعلم أن لن تحصه فتاب عليكم فقروا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرض وآخرون يبربون في الأرض يبتعون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قردا حسنا وما تكدموا لأنفسكم من خير تزدوا عند الله هو خيرا وأعوام أجرا واستغفروا الله إن الله قفر وحيم سورة المدث مكية وعية خمس وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدث قم فأنظر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهدوا ولا تمنوا تستكثر ولربك فاصمر فإذا نكر في الناق فذلك يوم يذي يوم عصير على الكيف غير يسير ذرني ومن خلعته وحيدا ودعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يدموع نزيل كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سعرقه سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف كدر ثم قتل كيف كدر ثم نور ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكمر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأسني سقر وما أدريك ما سقر لا تبقي ولا تضر لوحة للبشر عليها تسعة أشر وما جعلنا أصحاب النير إلا ملائكة وما جعلنا عدة هم إلا فثنة للذين كفروا ليستيكين الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافر ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يدين الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر كاللا والكمر والليل إذا دبر والصبح إذا أصفر إنها لأحد الكمر نذيلا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس لما كسمت رهينا إلا أصحاب اليمين في ذنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكوا من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مالخوائدين وكنا نكدم بيوم الدين حتى أتينا اليكين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معربين كأن لهم حمر مستنفرة فروت من قسورة بل يريه كل مرء منهم أي تسوف منشرة كلا بل لا يخافنا الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التدوية وآهل المغفرة سورة الكيامة مكية وعلى التسع وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم الكيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عوامة بل قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامة يسأل أيانا يوم الكيامة فإذا بارق البصر وخسف الكمر ودمع السمس والكمر يقول الإنسان يوم إذنين المفر كلا لا وزر إلا روى بك يوم إذن المستقر ينبع الإنسان يوم إذن بما قدم آخر بل الإنسان على نفسه بصير ولولك معاذير لا تحرك به لسانك لتعدل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا كرانه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تخيبون الأعدل وتظنون الآخرة وجوه يوم إذن نعبرا إلى ربها نعبرا ووجوه يوم إذن بأسرا تمنه أن يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت التراقي وقيل مرواق ووان أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المساق فلا صدك ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمده أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي أخصب الإنسان أن يترك سدي أَلَمْ يَكُنُبْ فَتَمْ مِمَّنِ يَنْتُمْنِيهُ ثم كان عَلَكَ تَنْفَخَ لَكَ فَسَوِّيهُ فَدَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَةَ وَلُنْفِيهُ أَلَيْسَ ذَلِكَ مِقُوْدٍ أَلَى أَيْخِي الْمَوْتِيهُ سُورَةُ الْإِنسَانِ مَكِيَّةٌ وَإِحْدِيهُ وَتَلَاثُونَ آيَةٌ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَلَتِي عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّارِ لَمْ يَكُنْ شَيْءًا مَذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ مُؤْلُفَةِ نَمْ شَادٍ نَبَتَ لِيهُ فَدَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلْكِيفِينَ سَلَاسِلًا وَاغَلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّا لَبَرَارًا يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عِيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجْرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَبِيرًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ وَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقِّيْهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمُ وَلَقِّيْهُمْ نَبْرَةً وَسُرُورًا وَجَزِيْهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى لَرَائِكِ لَا يَلَونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَازَمْ حَرِيرًا وَدَالِيَةً عَلَيْهِمْ وَوِلَادُهَا وَذُلِّ لَلْكُبُوفُهَا تَبْلِيلًا وَيَذُوفُ عَلَيْهِمْ بِآلِيَةٍ مِّنْ فِدَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَ كَوَارِيلًا كَوَارِلًا مِّنْ فِدَّةٍ كَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيَسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِذَا جُهَازًا جَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمِّهِ سَلْسَلِيلًا وَيَبُوفُ عَلَيْهِمْ مُلْدًا مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتُ مَحَاسِبُ تَمْلُؤْلُؤْهُمْ مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِهِمْ تِيَابُ سُنْدُوسٍ خُضُرُ وَإِسْتَبَرَقُ وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِيبَّةٍ وَسَقِيَهُمْ وَرَبُّهُمْ شَرَابًا ضَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعَيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاسْمِرْ لِحَكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُبِعْ مِنْهُمُ آتِمَنَهُ كَفُورًا وَذُكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْتُدُهُ وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا فَكِيلًا نَحْنُ خَلَكَنَاهُمْ وَسَدَدْنَا أَصْرَهُمْ وَإِذَا شِئِنَا بَدَّلْنَا أَمْتَالَهُمْ تَبَدِيلًا إِنَّ هَذِي تَذْكِرًا فَمَنْ شَاءَ اتَّخَضَ إِلَى رَبِّهِ سَدِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُرِخِلُ بَنْ يَشَاءُ فِي رُحْمَتِهِ وَالْوَالِ مِنَا عَدَ لَهُمْ عَذَابًا لِيمًا سورة المرسلات مكية وعي خمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناس رات نشرا فالفارقات فرقوا فالملكيات ذكرا عذران ونظرا إنما تُعَدُنَ لَوَاكِع فَإِذَا النُّجُومُ نُمِسَنَ وَإِذَا السَّمَاءُ خُرِجَتَ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَنَ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَ لَأَيِّ يَوْمِ نُجْزِنَتْ لِيَوْمِ الْفَسْلَ وَمَا أَدْرِكَ مَا يَوْمُ الْفَسْلَ وَإِلُهِ يَوْمَ إِذٍ لِلْمُكَدِّمِينَ أَلَمْ نُهُلِكِ لَوَّلِينَ ثُمَّ نُنْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَإِلُهِ يَوْمَ إِذٍ لِلْمُكَدِّمِينَ أَلَمْ نَخْلُؤُكُمْ مِمْ مَا مَهِينَ فَزَعَلْنَهُ فِي قَرِيرٍ مَكِينَ إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وَإِلُهِ يَوْمَ إِذٍ لِلْمُكَدِّمِينَ أَلَمْ نَدْعَلَ الْرَاكِفَاتَ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتَ وَذَعَلْنَا فِيهَ رَوَاسِ شَامِخَاتَ وَأَسْكَيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَاتَ وَإِلُهِ يَوْمَ إِذٍ لِلْمُكَدِّمِينَ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى أول ينضي ثلاث شعب لا ولل ولا يوني من اللهب إنها ترمي بشرر قل كسر كأنه جمالات صفر وَإِلُهِ يَوْمَ إِذٍ لِلْمُكَدِّمِينَ هذا يوم لا ينضكون ولا يوذل لهم فيعتذرون وَإِلُهِ يَوْمَ إِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فاكيدون وَإِلُهِ يَوْمَ إِذٍ لِلْمُكَدِّمِينَ إن المتقين في ولال وعيون وفواكه مما يستهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجد المخصنين وَإِلُهِ يَوْمَ إِذٍ لِلْمُكَدِّمِينَ كلوا وتمتعوا كليلا لنكم مجرمون وَإِلُهِ يَوْمَ إِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِلُهِ يَوْمَ إِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ فَبَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ سورة النبأ مكية وياربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العويم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم ندعي للرمهادة والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا ودعنا نومكم سباتا ودعنا الليل لباسا ودعنا النهار معاشا وبنينا فوق سبعا شدادا ودعنا سراجا وهجا وأنزلنا من المعصرات ماءا فجادا لنخرج به حبا ونباتا ودنا تيبنا الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتاتنا أفوازا وفتحت السماء فكانت بوابا وسيرت الجبال فكانت صرابا إن جهنم كانت ميرصابا للطاق نهم آبا لابسين فيها أحقابا لا يذوكون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا أذابا إن للمتقين مفازا حدائك وأعنابا وكواعبات رابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك أعضاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة سفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال سوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنظرناكم أعذابا قريبا يوم ينغل المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سورة النازعات مكية ويا خمس وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمراء يا متردف الرازفا تدبعها الرازفا قلوب يا بيذي وازفا أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عواما نخرة قالوا تلك إذا كروة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا كم الساهرة هل تيك هديث موسى إذ ناديه ربه بالواد المقدس دوى اذهب إلى فرعنا عنده طغى فقل هل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخسي فأريه لا يتلكبر فكذب وعصي ثم أدبنا يسعي فحشرف نادي فقال أنا ربكم لعلي فأخذه الله نكال الأخرة ولولي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أنتم أشدوا خلقنا من السماء بناها ربع سمكها فسواها وأغبش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعها والجبال أرصاها متاعا لكم ولعنعمكم فإذا جاءت الضامة الكبر يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبردت الجحيم لميره فأما منطقه وآثر الحياة الدنيا فإن الجهيم هي المعوة وأما من خواف مقام أربه ونهى النفس عن الهوة فإن الجنة هي المعوة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك ممتهاها إنما أنت منر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية نوضحها سورة لعم مقية وآيات نتالي واربون آية بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولي أنجاءه لعم وما يديك لا الله يزكي أو يذكر فتنفقه الذكر أما من استغره فأنت له تصده وما عليك الله يزكي وأما من جاءك يسعي وهو يخشي فأنت عنه تلهي كلا إنا تذكرا فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوات مظهره بأيدي سفره كرام برره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من مؤلفة خلقه فكدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأغبره ثم إذا شاء انشرا كلا لما يقب ما أمره فليمه الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شاقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقذبا وزيتنا ونخلا وحدائك ألبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولهن عامكم فإذا جاءت الصخا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يوم يذي شأن يغنيه وجوه يوم يذي مسفرة باحكة مستبشرة ووجوه يوم يذي عليها غبرة ترهكها كترة أولئك هم الكفرة الفجرة طرة التكوين مكية وهاية تسع وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كوّرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوخوش خشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المؤولة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا السوق نشرت وإذا السماء كشبت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت ألمت نفس ما أحضرنا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عصعص والسمح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي الأرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم مي مزنون ولكدرئه بلفك المبين وما هو على نغب ببنين وما هو بقول شيطان الوزيم فأينا تذهبون وإذا الكبر معثراً ألمت نفس ما قدماً وأخرت يَا أَيْوَا لِنْسَنُ بِغَائِبِينَ وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لأتملك نفس لنفس شيئاً ولمر يوم يذن لله سورة التأذف في مكية وعي سيت وتعال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يبن أولئك أنهم مبعوصون ليوم عويم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجر لفي سدين وما أدريك ما سدين كتاب مرغوم ويلو يوم يذن المكنبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد نثيم إذا تتلع عليه آياتنا قال أصابر لو دين كلا برون على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عربهم يوم يذن لمحزومون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يكاد هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب لبرير لفي عنيين وما أدريك ما عليون كتاب مرغوم يشهدوا المكرمون إن نبرر في نعيم على لرائك ينورون تعرف في وجوههم نبرة نعيم يسقونا من وحيك مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يسروا بها المكرمون إن الذين أذرموا كانوا من الذين آمنوا يبحكون وإذا مروا بهم يتوأمزون وإذا انقلموا إلى آلم انقلموا فاكهين وإذا راهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل علي محافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفير يبحكون على لرائك ينورون هل سيب الكفار ما كانوا يفعلون سورة الانشكاك مكية وخمس وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح للا ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسم حسابا يسيرا وينقلم إلى أهله مصرورا وأما من أوتي كتابه وراء واره فسوف يدعو ثمورا ويسلى سعيرا إنه كان في أهله مصورا إنه ونأ لن يحور بل إن ربه كان به بصيرا فلا أغسم بالشفق والليل وما وسق والكمر إذا تسق لتركبنا طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يستدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بأعذاب النديم إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات لهم أدر غير ممنون سورة البروج مكية وآيات نتاني وعنشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم المعود وشاهد ومشهود وتلا أصحاب الخدود النير ذات الوقود إذم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمبين شهود وما رقموا منهم إلا أن يبن بالله العزيز الحديد الذي له ملك السماوات والرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تدري من تحتها لنهار ذلك الفوز الكبير إن بدش ربك أهل شديد إنه هو يبذي ويعيد وهو لغافور الودود زل عرش المجين فعال لما يريد أنتيك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مزيد في لوح محفوظ سورة الطارق مكية وسبعة سرة آية بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدرك مطارق الندم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فاليور الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين السلب والترائب إنه على أرضه لقادر يمتب للسرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدى إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكيفين أمهل مرويدا سورة لا علي مكية واتساسرة آية بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لا علي الذي قولك فسوه والذي قدر فهدي والذي أخرج المرع فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك ليسره فذكر النفعة الذكره سيذكر من يخشه ويتجنبها لشقه الذي يصل النار الكمره ثم لا يموت فيها ولا يحييه أدف لها من تزكيه وذكر اسم ربه فسأله بل توسلون الحياة الدنيا ولا أخيرت خيروا وأبكيه إن هذا لفصحف لوله سحف إبراهيم وموسي سورة الغاشية مكية وآية 26 آية بسم الله الرحباد الرحيم حالتيك حديث الغاشية وجوه يوميذ خاشية عاملة ناصمة تصلى نارا حامية تسكي من عين نالية ليس لهم طعام للا من بريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يوميذ ناعم لساعيها رابيا في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جاريا فيها سرور مرفوع وأكواب موضوع ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوتة أفلا ينورون إلى الملكيف خلقنا وإلى السماء كيف رفعنا وإلى الجبال كيف نسبنا وإلى الأرض كيف سدهنا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيبر إلا من تولي وكفر فيعظمه الله العذاب الأكمر إن إلينا إيابهم ثم إنا لنا حسابهم سورة الفجر مكية وآيات نتاني وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك معاد لرمضات العمار التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين داموا سخر بالواء وفرعنا ذي لوتان الذين أطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سود عذاب إن ربك لبالمرصان فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تخضون لضعم المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتخبون المال حبا جمع كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأني له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوتك وتاكه أحد يا أيها النفس المؤمن ارجئي إلى ربك رادية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي سورة البلد مكية وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقنا خلقنا الإنسان في كبر أيخصب أن لن يقدر علي أحد يقول أهلك ما لن لبدا أيخصب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النزدين فلغت حمل أقبا وما أدريك من أقبا فك رقبا أو دعام في يوم ديم سوابه يتيما دام قربه أو بسكينا دام تربه ثم قال من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موسدة سورة الشمس مكية وخمس أسرة آية بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خواب من دساها كذب الثمن بطغوها إذ انبعت أشقها فقول لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعكروها فدمدم عليهم وربهم مذنبهم فسواها فلا يخافوا قباها سورة الليل مكية واحدة ويشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشاها والنهر إذا تزلي وما خلق الذكرة ولنفة إن ساعةكم لشتي فأما منعبه وتقى وصودك بالحسن فسن يسره لليسر وأما منبخل وستقن وقدب بالحسن فسن يسره لنعسر وما يغني عنه ماله إذا ترد إن علنا للهود وإن لنا لناخر تولول فأنظرتكم نارا تلوه لا يصلها إلا لسقه الذي كذب وتولي وسيجنب والتك الذي يتيب ماله يتزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا بتغاء وده ربه لعلي ولا سوف يربي سورة الدحي مكية واحدة أشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم والدحي والليل إذا سدي ما أودعك ربك وما قوله ولا ناخر تخير لك من الأولي ولا سوف يعبك ربك فتربي ألم يدرك يتيما فآوي ووجدك ضلا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدس سورة الشرح مكية واحدة وثماني آيات بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ورضعنا أنك وذرك الذي عنك ضأ وهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما على الوسر يسرى إنما على الوسر يسرى فإذا فروت فانصب وإلى ربك فروام سورة التين مكية واحدة الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمل بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وقرسينين وهذا البلد لمين لكن خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أدرنا وير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سورة العلق مكية واعشرون آيا الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لك الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليضغي الرأيه استغني إن إلى ربك الرجعي أرأيت الذي ينهي عبدني لا سولي أرأيت إن كان على الهدى أو مر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله يري كلا لإن لم ينته لنسبع من ناسية ناسية كذبة خبئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لاتدعه وسجد وقترم سورة الكدر مكية وخمس آيات الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة الكدر وما أدرك ما ليلة الكدر ليلة الكدر خير من الفشار تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مضلع الفدر سورة الكيمة مدنية وثمان آيات الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشيكين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلوسه فمضارة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما زاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصنا لحدنا حنفاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة وذلك دين قيمة إن الذين كفروا من الكتاب والمشيكين في ميلي زهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة إن الذين آمنوا وعملوا السولهات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات وعدن تدري من تحت النهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه سورة زلزال مكية ويتسوايا بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخردت الأرض أثقالها وقال الإنسان مالا يومئذ تحدس أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أستاتا ليرواع ما لهم فمن يعمل مثقال ذروة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذروة شرا يره سورة العاديات مكية وإحدى أسرة آية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات كضحا فالمغيرات صبحا فأطرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعطر ما في الكمور وحسن ما في الصبور إن ربهم بهم يومئذ لخبير سورة الكوريعة مكية وهي عشر آيات الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمل بسم الله الرحمن الرحيم القرآة ما القرآة وما أدريك ما القرآة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعحن المنفوش فأما من تقول الموازينه فهو في عيشة واضية وأما من خفض موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامير سورة التكاتر مكية وهي ثماني آيات الله أكبر سورة العسرية مكية وهي ثلاث آيات الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمل بسم الله الرحمن الرحيم ولا عصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالسمر سورة الهمذة مكية وهي ثلاث آيات الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمل بسم الله الرحمن الرحيم وإيل لكله مذة لبزة الذي زمع مالا وعدده يخصب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحضم وما أدريك من حضمه نار الله الموقد التي تبني على نفئده إنها عليهم موسدا في عمل ممددا سورة الفير مكية وهي خمس آيات الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يدعلك يدهم في تبليل وأرسل عليهم طيرا نبابيل ترميح بحجارة من سدين فدع لهم كأصف ماكول سورة الشتاء مكية وهي خمس آيات الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمل بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سورة الماعون مكية وهي 6 آيات الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمل بسم الله الرحمن الرحيم أرايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعم المسكين فاويل للمسلين الذين مع سلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون سورة الكوسر مكية وهي 3 آيات الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحه إن شارعك ولبتر سورة الكيف نمكية وهي 6 آيات الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمل بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم وليدين سورة النسر مدنية و3 آيات الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمل بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نسر الله والفتح ورأيت الناس يدخل نفيري لله أفوازا فسبح بحمل ربك واستغفره إنه كان توابا سورة الحدب مكية و5 آيات الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمل بسم الله الرحمن الرحيم تأبت يد أبي لهب وتب ما أغني عنه مال وما كسب سيشلى نارا ذات لهم ومرأته حمالة الحبب في جيدها حبل من مسل سورة الإخلاص مكية و4 آيات الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفون أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد سورة الفلك مدنية وخمس آيان الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمل بسم الله الرحمن الرحيم ولعظ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقب ومن شر الفاتات في العقل ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس مدنية وهي ست آيات الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمل بسم الله الرحمن الرحيم ولعظ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس نخوى الناس الذي وسوس في سدور الناس من الجنة والناس سدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبي المهيم وحسبي الواقي حسبي الكديم الله وحسبي الباقي سبحانه يحفظ ما يوده وليس للأمر سواه مودع فيه انتسرت إنني مطلوم ولدفون خفي لي مسحوم نسير يا نسير يا نسير يا نسير فطهر عدوي إنك الكدير أريئيانا إنك المريو ولا يكون غير ما ترين أري العبير كيف تقهر المريو وكيف تنزيل له ماذا يريد لتنتكمي العدو حينا وخذه إنه يعادي الدين لا تبكي من عاثاري ليادا فقد بغى وأدمن العناد هبو نكالا وامطرا عليهم طرسوء وهو ما لديه والتؤلني سؤلي وزد لي خير ولتغسر مد العصور مير نعم الجليل ملجأ ومسند إن بني أمر دعوت السعلى عسى أرى نسوا كريبا يكفي كل العدى والعبد هذا مكفي متين يا متين يا متين يا متين متين يا متين يا متين لك استدرت حيث ما أكون أقسع بيدا باري عن بعيفا لم يقوى عن شيء ولو خفيفا لا علم لا مالا ولا زاحة ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكين يا وكين يا وكين يا وكين أنت الذي تسمع ما أقول أنت الذي تسمع ما أقول أنت الذي تسمع ما أقول كم الذي ظلمت منك عزلي فإنما أخرت لو تعدلي يا رب بالماحي لتم أسرح وم الذي قاربه ونسره لذيف سليا على المختار لذيف سليا على المختار لذيف سليا على المختار وآله وصحابه الأبرار وسل الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العويم